اشتركوا في القناة وانهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في اماكن تواجدهم والقى اللواء محمد صبحي مهنى مدير ادارة التجنيد والتعبئة كلمة اشار خلالها الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على ابناء الوطن واتباع انسب الاساليب للمعاملة الاجتماعية الراقية التي تليق بهم مما يسهم في تعميق علاقة ثرابطهم بقواتهم المسلحة ووجه الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التي تبدلها في تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوي الهمم اتبعها تسليم شهادات المعاملة التجنيدية واعرب الطلبة ومرافقهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة الحمد لله هم سهلونا كل حاجة وجمل غاية عندنا ودونا الشهادر كتر ألف خيرهم وتشكل قوي قوي لقدرت التجنيد وشكرا للرئيس ربنا يكرم يا رب مذكر سيادتي الرئيس الفضل الأول والأخير يرجع ليه هو المهتم بزيولة حتياجة التقصة مهتم بينا ومرعينا الصراحة في كل حاجة الحمد لله الإرارة تسهلة وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتمامه بينا